موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اهلا باخواني الكرام اهلا وسهلا بحضراتكم النهاردة ساعات بنحط عنصر او ساعات بيحصل ان فيه عنصر يا جماعة موجود فيه التربة موجود بالتربة وانت بتحطه بمعدلات بتحس ان هي كافية للنبات يعني بتحس ان العنصر وضع الكمية دي من العنصر ولكن ماغنسيا مثلا كافية لان النبات يكمل دورة حياته بشكل طبيعي ولكن سرعان ما بتيجي في النص وتلاقي انتكاسة الانتكاسة دية حصلت مش عشان انت اه ما حطتش العنصر دهوت او ما حطتش الكمية ديا قد تكون انك ما حطتش الكمية دي سبب من الاسباب يعني قد تكون انك اثرت انت في الكمية اللي انت حطتها دهية تمام وقد يكون السبب ان حصل تضاد ما بين العناصر دهية تمام ما بين العنصر دهوت وفيه عنصر بيعتبر العدو بتاعه او بيحصل بينهم وبعض تضاد فالحالة دي بيسموها التأثيرات المتبادلة بين العناصر او ما يسمى بانتر اكشن افكت بتوين المنتس التأثيرات المتبادلة للعناصر بمعنى بسيط خالص انك ممكن تحط عنصر ماشي بيكفي حاجة النبات بس انت حطيته بالزيادة فبيضد عنصر اخر القصة دي اللي هي الانتر اكشن افكت بتوين المنتس دي العلماء اختصرواها لنا في شوية حاجات جابوا كل عنصر وجابوا لنا اللي ممكن ينشطه واللي ممكن يقلله تمام فنيجي مثلا عن عنصر النيتروجين النيتروجين بالعناصر بتاعته او السورسيس بتاعه او المصادر بتاعته كلها كنت بتحطه في سورو تيوريا كنت بحطه في نطارات كالسيوم او حمض نيتريك كل القصة دي تكلتها تمام المهم زيادة عنصر النيتروجين ده هو بيعمل لي تنشيط لعنصر الماغنسيوم لاحظ الخط الاخضر ده النيتروجين بيعمل لي عملية تنشيط تنشيط ستموليشن لامتصاص الماغنسيوم تمام طيب لو حطينا النيتروجين بكمية عالية النيتروجين بكمية عالية هنا اضطف او نمشي مع السهم الأحمر يعني في خطر هيعمل لي تضاد هالتفهمت دي وبان يتعطي النيتروجين هيعمل لي زيادة النيتروجين هتنشطلي عنصر الماغنسيوم ولكنه هتعمل لي تضاد من اللون الأحمر لهوط للعنصر النحاس والبوتاسيوم والبورن ده زيادة النيتروجين عن الحد معين أو الإصراف في استخدام النيتروجين تمام طب ما تيجي للفصفور هنلاقي الفصفور هينشط للماغنيسيا نفس السلوك بتاعه هو سلك النيتروجين بالنسبة لعنصر الماغنيسيا هينشط لعنصر الماغنيسيا ده عنصر الفصفور بأي مكان السورسس بتاعه المهم في الآخر عندي فصفور تمام ولكنه هيعمل لي مشاكل كبيرة للكالسيوم والبوتاسيوم والزنك والنحاس والمانجنيس هيصبطهم لي هيصبطهم يعني هي يعني هيوقفهم تمام يعني هيوقفهم أو هيحد من انتصاصهم أو هيجعلهم مش منتصين بطريقة كويسة بالنسبة للنبات هيوقف حائل ما بينهم ليه الفصفور زاد فحيحول لي حاجات من كتير دهية ليه صورة غير ميسرة للنبات تمام طيب بالنسبة لعنصر البوتاسيا هينشط لي ايه الحديد والماغنيسيا زيادة يا جماعة زيادة مش ان انا حطوا بوتاسيوم هنقولها هنا لا الزيادة منه الزيادة من عنصر البوتاسيوم هتعمل لي هتنشط لي الحديد وهتعمل وهتنشط لي عنصر الماغنيسيا تمام طيب وهيعمل لي ايه هيصبط هيوقف هيعمل لي مشاكل لعنصر الماغنيسيا والبور نستفد إيه من القصة دي طبعا هنكمل بقية العناص بس الصبورة خلصة نستفد إيه من القصة دي إنه عنصر البوتاسيوم دهوت تمام هيعمل لي مشكلة للماغنيسيوم ويعمل لي مشكلة للبورون شرح الفصفور هيعمل لي مشاكل للكالسوم زيادته وللبوتاسيوم والزنك والنحاس والمانجانيز طب والنتروجين هيعمل لي مشاكل للنحاس والبوتاسيوم والبورون بس النتروجين هيعمل لي سعيد لي على امتصاص الماغنيسيوم الفوسفور زيادته هتعمل لي على تنشيط الماغنيسيوم برضو البوتاسيوم هيعمل لي زيادته على تنشيط الحديد والمانجانيس خش بعد كده بقى على ايه على عنصر الكالسيوم الكالسيوم طبعا لا يحفز شيء هو اساسا عنصر فقري كده مع نفسه يعني الكالسيوم تمام لا يحفز شيء ولكن اهو بالاخدر برضو لا يحفز شيء تمام ولكن العنصر ده هوت يا جماعة بيصبط لي او بوقف لي امتصاص او ليه مشاكل مع الماغنيسيوم ومع البوتاسيوم ومع المانجانيز ومع الحديد ومع الورون ومع الزنك تمام شايف مشاكله قدي ايه يعني عنصر مشاغب كده زي ما يكون واحد كده فقري ماشي في بلد عمال بيعاكس في كل اللي في البلد دي اساسي هو عنصر البوتاسيوم كده تمام عنصر فقري شوي فعنصر الكالسيوم ما بيحفز شيء تمام ولكنه بيصبط او بيوقف زيادته يا جماعة بتعمل مشاكل لعنصر الماغنيسيوم والبوتاسيوم والمانجانيز والحديد والبورون والزنك شايف قدي ايه طيب نيجي على عنصر الحديد هو بيوقفلي عنصر الفو'sفور الخطة الاحمر. نيجي لبضاثي عنصر والنحاس والمنذ باقي بعض من الأشكال ومن ذا يبدو من البضاίας نظ من النيتروجين تمام ولكنها بتوقف لي عنصر النحاس البورون بقى ده عنصر مسالم يا جماعة لا يضد حد راجل ماشي في حاله كده محترم ده اكتر عنصر محترم هو البورون تمام البورون ده يا جماعة عنصر مسالم ما بيدرش حد خالص ماشي ولا بيدد حد خالص بس دايما الغلبان ده بيكون هفية لناس كتير ولكن لا يسلم من تضد العناصر الكبرى اللي هي وقفله بالمرصاد زيادة النيتروجين بتعمل مشاكل للبورون اخد بالك من كلامي بتعمل مشاكل للبورون تمام يعني النيتروجين بيدد البورون وبيضد البوتاسيوم البوتاسيوم بيدد البورون والكالسوم بيعمل مشاكل برضو للبورون تمام طيب بنعمل ايه مع الخبرة يا جماعة بتيجي كل الحاجات دهيا مع الخبرة بتيجي كل الحاجات دهيا في ان انا بتبقى عناية فستراسي بقدر احط التأديرات او الاحتياجات المعينة للمحصول ده هو او لو ما فيش واعتقد ان صعبة لاي حد فينا يعمله الا الشركات الكبرى بقى والناس اللي هي شغالة علمي بحث هي اللي ممكن تاخد عينات في بداية المحصول او في التلت الاول للمحصول وفي مرحلة الازهار عشان تقف على الموقف الخصوبي والتأديرات ومستويات العناصر في التربة اللي هي ممكن ما تعمليش تضد بين العناصر دهيا تمام فناخد بالنا من القصة دهية كويس انا اضطرت ادخل الحاجات دي في قلب البرنامج بتاع التسميد يعني ما بكملوش وبحط لك الحاجات دهيا عشان يعني ايه تبقى محفز لك انك ايه انك تاخد بالك من الحاجات دهية على فكرة يا جماعة السؤال ده هو والله جاء لنا في امتحانات الدكتوراه النظري في كلية الزراف جمعت بنها اه في العملي يعني احنا بدأت من امتحانات النظري دي بتيبقى اتنين اه بتمتحن في القاعات الكبيرة وبعد كده بترجع القسم اللي بتمتحن في امتحان تاني فاستاذنا اللي كان بدرسينا المادة يعني ما قالش غير كلمتين قال التضد بين العناصر والتحفيز بتاعهم اكتبوا لي للقصة دي وكل واحد ورقة اللي جابة بتاعته طبعا كان سؤال يعني السهل الممتنع يعني تمام فارجو ان احنا تاخد بالنا لان الحتة الصغيرة دي هي بتميزك كمزارع عن التاني وكمهندس عن التاني بشكركم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته